اشتركوا في القناة رجعت لمدارسها والنازحين واللاجئين وجزء جيد من المختربين أيضا رجعوا لأكبر ورشة إعمار للبشر والحجر أنا أيمن عبد النور سأتحدث معكم من لوس أنجلس سأرحب فيكم بالرسالة 35 وشكرا جزيلا لآلاف الرسائل اللي ما قدرنا يعني نرد عليها عم تسألنا أنه ليش ما تم تم بث الرسالة الثانين الجواب أنه تم تغيير الموعد ليوم الأربعة طبعا في ناس عم تبتسم هل سأعطيكم السبب لطيف عم بتعضض مع السيدة الوالدة لأنها من حمص وأنا على فكرة دارس بمدرسة عيد الحاص بحمص يعني شكرا للجميع على المتابعة ولا تنسوا تشتركوا بابل بودكاست جوجل بودكاست وسبوتيفاي بصير توصلكون الرسالة مباشرة على الموبايل وقت اللي بننزل رسالة جديدة وشاركوها مع كل رفقاتكم وخاصة الناس اللي لسا ما سمعانين أنه فيه هيك رسالة مثل ما ملاحظين كلنا فيه حركة فيه ضجة فيه صوت فيه بيانات لقاءات حراك سياسي دولي بكل دول العالم سواء اللي مع النظام أو اللي مع المعارضة طبعا حراك غير مسبوق يعني هذا عم بذكرنا بالتحرك اللي صار بالسنوات الثورة الأولى 2012-2013 يعني إذا بدي عودها لما رح أقدر عدهم كلهم لأنه بدي عشر رسائل لخلصهم بس خلينا نبلي شيك بسريع مثلا وزارة الخارجية الأمريكية نائب وزير الخارجية عمل ندوات مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة عشرات الشخصيات بالكونغرس ومجلس الشيوخ وبالإعلام الوزير الخارجية مع النزراءه والفرنسي والبريطاني والإيطالي والألماني عملوا بيان ألمانيا لحالة عملت بيان كندا عملت بيان التحقيق الخاصة عملت كمان أيضا ندوة بمناسبة هذه الذكرة وحكت عن كتير قضايا هي عاملت مهمة بابا الفاتيكان كمان حكى عملت ويت في ناس كتير عم بتقول يعني هاي ضجة وطبل وأسمع وجعجعة وأخشى ألا أراطحينا حقيقة صار ملوعة على الشعب السوري كتير من هالقصة أنا ما رح جيب لأنه فيه كتير أحيانا الخبر لازم يجيب وقته الصحيح تماما ما فيك لا تزيعه قبل يعني بيفقد كتير من عناصر قوته وبالتالي المناسب يعني نذكره بوقته بس أنتو شوف يعني شو الله لاهمكم يعني شو قلبك عم بيقلك أنت بس صفون إن شاء الله يعني تكون الخاتمة قريبة خلينا نحكي شو اللي صاير بكل هال البيانات اللي عم تطلع بكل هالمجموعة فيه ثلاث شغلات مشتركة فيهم كلهم سواء بشكل موسع أو ديئ يعني فمثلا الكل اللي عم بيقول أنه هالانتخابات لرئاسة الجمهورية إن حصلت لا رح تزيد ولا رح تنقس مشارعية النظام يعني إذا حصلت ونجح فيها ما معنات أنه صار أكثر قبولا مشان يدخل بأي منظمة إقلية ومنها جامعة الدول العربية أو أنه التطبيع الدولي قائم وسوف يتم بسبب نجاحه في هذه الانتخابات أيضا عملية إعادة الأمار بسوريا لكل مجمع أنه تكون بعد الحل السياسي لذلك هناك حتى بعضهم طرح تسريع العقادة اللجنة الدستورية قبل شهر رمضان الكريم والنقطة الثالثة القضايا الإنسانية فيه إجماع أنه المعابر رح يتم تمديدة بشهر تموز وبالتالي رح يبقى المعبرين لكن فيه الآن مناقشات على العمل عبرها بل كزيادة عدد المعابر اللي يزيدوها واحد أو اثنين ثانيات كمان لنشوف شو اللي بدي يصيروا فيها هلا فيه كتير أحداث خلينا نذكر بعض منها اللي صارت آخر سبع عشر أيام بتعطيكم فكرة شو اللي صاير مثلا بشار الأسد أعلنوا أنه أصيب بكورونا هو وزوجته كمان مو بس هو لحاله يبتعد عن الشاشة فالتنين أبعدونا عن الصورة نهائيا ضخ إعلامي هائل حول تشكيل المجلس العسكري يعني وكالة روسيا اليوم سبوتنك أيضا وكالة روسية عملوا مقابلات مع معارضين سوريين تحدثوا فيها عن المجلس العسكري الانتقالي السوري طيب بعض الدول العربية أبدت رأي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية صار في لقاء بقطر جمع وزير الخارجية التركي هو وزير الخارجية الروسي لافروف وزير الخارجية الروسي زار دول الخليج للسعودية والإمارات والتقى بأبو ظبي برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وطلب مباشرة بعد ذلك حزب الله جابه لعنده على موسكو وهو موجود بموسكو كان أيضا موجود وزير خارجية إسرائيل بموسكو وراحل تأوفت حزب الله مع السفارة الإيرانية في موسكو زيارة نتنياهو للإمارات تأجلت في وفد قطر رفيع المستوى بمصر تركيا عم بتغازل مصر وصار فيه حديث تركيا قالت أنه السعودية طلبت منها سلاح وفيه ممكن يبيعوها طيارات المسيارات البير قدار ويمكن يبعتوا له سوريين ليقاتلوا في اليمن فيه شيء يعني كل هذا طبعا عم بيمشي مو من وراء ظهر أميركا فأميركا ما عرفاني بالقصة وبعد ما خلصوا من الاتفاق الليبي والبدأ شوي شوي حال حالة الملف اليمنى إذن هذا معناته أنه عم بيخلصوا عم بيسكروا الملفات تبع المنطقة كلها بعد الضوجة اللي صارت فيها وبالتالي خطة الحلة سورية إن شاء الله تكون أيضا على الطاولة وهذا حتى إجا بضمن المجلس الشيوخ أدموا 11 عضو من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة أدموا ما يعرف كان سابقا بقانون قتل أوقف القتل في سوريا اللي يسمونه الإعلام قيصر 2 أيضا أعادوا تقديمه وبالتالي هو كمان بيشدد العقوبات وبيفرض ضغط أكبر على النظام السوري بيدرسون وينه كمان بيدرسون عمل مقابلة وعمل كمان تصريحات عدة بهذه المناسبة حقيقة ذكر فيها التالي يعني اختار كلماته فيها بعد مأساوي جميل لكن نحن ما يعني ناس تعبنا من الحقيقة لكن لازم نذكرون قال إن السوريين وقعوا في فخ الحرب اللامنتهية وأن الانتخابات الرئاسة السورية ليست جزء من مهمته لأنه هو مهمته يجري انتخابات رئاسة جمهورية في سوريا لكن بناء على الدستور الجديد وبإشراف الأمم المتحدة بما أنه ما في دستور جديد فمعنة هذا لا نمن مهمته ولا كأنه بيعتبروها يعني صاري وبيقول أنه هاي المأساة السورية هي أكتر الفصول قتامة في العصر الحديث ولازم نشعر بالخجل أنه الشعب السوري هو أكتر ضحايا القرن الأخير وكلنا فشلنا هلا وإلا مين حمل الفشل؟ حمل الأطراف السورية وللاعبين الدوليين يعني أمريكا وروسيا هلا مدام مع بيدرسون عم نحكي شو صاير معه مشان لجنة دستورية؟ أحمد الكزبري رئيس لجنة النظام باللجنة الدستورية أدم ورأى الاقتراح له حتى أنه شو هو الاتفاق مشان يعقدوا اللجنة الدستورية السادسة قريبا بجنيب فهذه البحرة الرئيس الوفد دعان المعارضة أيضا أرسل لبيدرسون ملاحظاته عليها اللي نشوف بس ما يبتوها بيكون كمان خلصنا صارت مظاهرات بكل عالم صار يعني حتى وكالة روسية نقلت مظاهرات صارت بإدلب الحكومة التركية عملت أول ترخيص لمظاهرة بذكرى الثورة السورية وعملوها ب13 آدار السبت وبنشكر هون لجنة متابعة فعاليات إسطنبول اللي أشرفتها عليها وعلى كل من ألقى كلمات جميلة جدا فيها حقيقة الحدث كمان الكبير للناس اللي عم تحكي فيه اللي هو اللي صار بالدوحة عاصمة قطر الاجتماع السلاسي التركي الروسي القطري حقيقة قطر وزارة الخارجية أحدثت منصب جديد سمته مبعوث خاص للأمور لشؤون التسوية السورية وبالتالي نفس اسم التسمية للمبعوث الروسي وبالتالي راح هو على روسيا وراع على أنقرة هو اللي يزبط يبدو أن المبادرة القطرية عمل هذا الاجتماع طبعا هو مو اجتماع هو تأسيس لمنصة جديدة لمسار جديد مختلف عن مسار أسيتانا لأنه الاجتماع المقبل رح يصير بأنقرة والاجتماع اللي بعده رح يصير في موسكو وبالتالي هذا يحسب للدبلوماسية القطرية اللي يبدو عم تتنشط جدا جدا لتعيد وضع السابق اللي كان أيام الرئيس أوباما بسبب علاقتها الجيدة الآن مع الحزب الديمقراطي اللي استلم الحكم بعد ترامب وبالتالي رح نشوفها عم تنشط في عديد من المواقع هلأ شو اللي فهموا للافروف أنه هن بيقدروا يساعدوا بإنهاء الوضع المأساوي لشعبنا وأهلنا في الشعب السوري بسبب الحصار الاقتصادي عليه من النظام اللي ما عم بيخلي حدا يستورد المواد الغذائية إلا أربع خمس أشخاص لحتى هن ياخدوا كل المصاري والربح وأيضا الحصار الاقتصادي بسبب شبكات الفساد وبسبب هو ما عم بيستخدم الفائض اللي عنده حطوا بالأموال خارج سوريا بره وبالتالي وعم بيسرقوا نصف المساعدات ما عم توصل بدال ما تقوله مساعدات الأمم المتحدة هذا الشي رح نقوله نقوله للسفيرة سامانتا باور قريبا خلال اجتماعنا بس للداوم يسبتوه بمجلس الشيوخ رح نقوله بالظبط أنه نحن الشعب قد لا يكون بحاجة إلى مساعدات حجم أكبر لكن بحاجة إلى ضمان أنه كل المساعدات اللي عم تنبهت توصل لمستحقيها وما تنسرق بمعنى كأنه نحن زدنا الحجم المساعدات خمسين بالمئة بدال ما أنتوا تبعتوا مثلا عم تبعتوا مليار دولار تبعتوا بمليار ونصف دولار بتكونوا أنتوا وفرتوا الخمسمائة مليون دولار اللي عم بسرقوهم هالشبيحة لا هدولي لازم نبعاتهم لأهلنا في إدلب ولكل المناطق واللي في المخيمات واللي قاعدين في هالخيام هن اللي يستلموا الحق بدال ما ينسرق وينباعوا في الدكاكين إذن هذا الحكي أيضا سمع حكي أنه هن قطر وتركيا مستعدين يساعدوا بتنفيذ القرار 22-54 بكل بنوده لكن بشكل تدريجي ومتناسق وبمرجعيته تكون الأمم المتحدة وليست مرجعيت أسيتانا لحتى يقدروا يسوقوه عند الأميركان الروس قالوا نحن بنقدر نسوق عند الأميركان إذا أنتوا ساعدتونا بإنهاء أزمة الشعب في سوريا وأيضا ساعدتونا بتمويل بعض حركات الإعمار في سوريا وبالتالي يشغلوا شركاتهم هلا نشوف شو القصة هلا الاتفاق على مثل ما ذكرنا ثلاث قضايا اللي هن نفسهم كرناهم فوق اشتحكوا فيها لكن زادوا عليها بس بند فصلوا أكتر للتعاون السياسي أنه لازم يكون ببني على بناء ثقة مبادرة بناء الثقة أنه النظام لازم يطلق سراحة المعتقلين ويكشف مصير المخطوفين وبالتالي بنتقلوا للبند اللي بعده هلا هذا ما بيعاناته أن المناكفات السياسية خالصة يعني الروس والاكتراك كل ما بيدون يشوفوا بعضهم ياخدوا بعض الحضن لا يعني لا مو هيك الرئيس التركي أردوغان شوعمي لأسا عمل مقال ببلومبرغ الوكالة الأمريكية وقال في ثلاث خيارات قدام الغرب هن إما يتفرجوا على المجازل اللي عم تصير بسوريا وبصير هذا يؤدي إلى جماعات متطرفة أكتر أو الخيار الثاني أنه ينخرطوا بإجراءات عسكرية وهذا ما رح يعملوا أو يكلفونا نحن تركيا ونلاقي حل سياسي ويكون هذا أرخص الكلفة وأكتر فعالية هلا النقص اللي نقص الرئيس أردوغان وهذا ما بعرف كيف مرأ على إبراهيم غالن أنه ما نبهوا عليه اللي صار في عليه حقيقة كمان يعني نقد الحل السياسي ما بلا كان لازم يوضحه أكتر لأنه هلا أخذ عليه أنه الحل السياسي رح يجيب جماعة المقاربين من تركيا ورح يجيب جماعة الإسلام السياسي اللي حقيقة كمان فيه ما ممكن أنه هي تيجي تسيطر على كل بلد سوريا بكل مكونات وهذا كمان ما بيمشي فبالتالي كان لازم يقول أنه الحل السياسي الذي يختاره السوريون والذي يعبر ويمثل كل مكونات الشعب وفي كل العيش المشتركة اللي هنا عايشين فيه فهذا كان مهم لازم يصلحه إبراهيم يحطه برسالة مباشرة يضعه بضمن تسريبة تانية يعني بتمره بشكل طبيعي وأردوغان ختم مقالته قال تعوز تسمروا عنا في المناطق الآمنة اللي تحت السيطرة النفوذ التركي لحتى الشركات كمان التركية تشتغل هلا روسيا شو ردت كمان راحت كمان لزمت استثمار حقلين نفط اللي هنا التيم والورد بالدير الزور وجابته لحسام قاطرجي ومساعده حسين السطم السلطان وعملوا اجتماع وعطته أنه روح هو يستثمر هدول الحقول هلا فيه جزء من الحقول ضل مع الإيرانيين اللي هنا الحسيان والإحمار بريف الكابوكمال هدول اللي ما قبل تعطيهم للقوات الروسية متسلموا للقاطرجي إذن الجزء اللي يبدو للنظام هو بس 4600 برميل باليوم هلا مدام عم نحكي عن هالوضع العام خلينا نشوف ليش النظام وافق مع حكومة هولندا أنه يقبل يدخل على يعني أنه يتفاوض معها هي وكندا بعد ما طلبت أنه هو تحوله لمعاهة مناهة التعذيب اللي هو مخالفة النظام السوري نحكيكم القصة بعد ما رجع بشار الجعفر يستلم المنصب وعمل القسم قدام بشار الأسد فقال له نشوفي ملفات الوزير كاتب عليها تريوس لحتى يبيض وجهه يعطي اقتراحات هيك لفرجيه لبشار الأسد أنه هو أشتر بكتير من الوزير فقال له في هذا الملف المهم كاتب عليه للتريوس اللي هو الحكومة الهولندية بسبعة نيابي سبتمبر أيلول الماضي وحط عليه للتريوس نايم فجابوا درسوا ما بيصيروا نتركوا نايم هذا لأنه إذا تركنا نايم فترة معينة بعدها بيحولوا مباشرة لمجلس الأمن ولما حكمت العدل الدولية وبياخدوا إجراءات عقوبات عليها لا خلينا نماطلهم وبنقبل وبناخدوا بنعطي وبنستشير وبنقول لهم نقدم لكم ورقة وبنجيب لكم إثبات بترحل القصة خمسة شهور بيكون مضينا انتخابات رئاسة الجمهورية ومضينا سنة أخدوا عطا الموضوع الثاني موضوع حالة ملف أسماء الأسد بوجود ناس عم تشهد ملفات ووثائق بخصوص حالتها لمجموعة أو الوحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة في لندن بسبب هي شجعت وعملت شكر للجيش اللي كان عم يقصه في ارتكب أعمال إرهابية ودعمته بحكية وبالتالي هذا يخضع للقانون في بريطانيا فهذا أيضا كمان شغلة كبيرة التصعيد الكلامي حقيقة داخل مناطق النظام غير مسبوخ الصحفي رمضان إبراهيم من طرطوسة على تلفزيون النظام المباشر حكى أنه النظام يسرقنا والحواجز الأمنية تنهبنا فيه كمان شخص آخر موالي للنظام عمل فيديو كشف فيه أسماء الشخصيات اللي عم تسرع بمليارات الدولارات وأنه الفساد رأسه البشار الأسد وما عم بقدير يعالجه فإذا فيه مشكلة الهيئة الوطنية عملت اجتماع بلا هاي وحضروا عديد من الشخصيات القاضي حسين حماد اللي هو أم حمد حج علي والمحامي بسام طبلية وشخصيات كثيرة كمان اتفقوا على إعادة هيكلة لجنتين العلاقات الخارجية وحداث لجهة التواصل مع الأحزاب السياسية والكتل الوطنية المواليون شو عملوا بمناسبة ذكرى الثورة حقيقة نحن كنت قلت لكم نحن حكيت مع هدول المواليين بأميركا وشو صار فعلا لبى النظام يعني هذا الناس الجماعة اللي بهيئة الخدمة المدنية في الشام بدنا نشكرون لأنه طلعوا تعمين أنه هني حتى يحلوها المشكلة للسوريين بما أنه ما عنا نحن هنا قنصه الفخري فطلعونا أنه واقعات الزواج والطلاق وتثبيت الولادات إذا حصلك بأميركا أو بأي بلد في العالم فممكن أنت تبعتها لرايبك بدون وكالة هو بيثبت لك ياها فأدن هذا وبدون تصديق للسفارة السورية زمانة موجودة في البلد اللي أنت مقيم فيه فكمان هذا يعني بنقول لهم شكرا لها المبادرة لأنه يعني بادلتونا بحسن فنردوا عليكم بأحسن منه هذا يعني ما في هذا شيء مهم هلا في 172 سيدة بسوريا بفرنسا وقعوا عريضة ضد قانون قيصر وطالب ورفع العقوبات للرئيس الفرنسي وعملوا حكي وطوشي في القصة يعني 172 سيدة هلا في منهم بيعرفوا شو عاشوا وقعوا في منهم ما بيعرفوا عاشوا وقعوا حرام بس سيدة أليس مفرج اللي هي وحدة سيدة وحدة سوريا سيدة ثورية ردت عليهم كلهم عملت محاضرة على هامش مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم لجنة المعتقلين والمفقودين بهيئة التفاوض بدعت فيها وعملت لقاء مطول على قناة بي بي سي ببرنامج بلا قيود وردت عليهم حقيقة الله برافو عليها ويعطيها العافي مكرم مخهول زلمة النظام ببريطانيا عمل اتصالات وعمل ندوي وجاب فيها بشار الجعفري ومسؤولين التراك وجاب فيها مسؤولين سابقين من عدة دول في العالم طالبوا بيرفع العقوبات وتطبيل وتزمير وهالحكي لعني كأن العقوبات هي والشعب الوضع الاقتصادي صاير بسبب العقوبات رغم انه هي صايرة لأسباب النظام اللي محاصرون اليوم بلشوا اتصال مع منظمات مسيحية واسلامية ويهودية اخذوا الفيديو تبعا للندوي وعم بيوزعو لهم يا مشان يوقعوا على عريضة جديدة اذا خلينا ايضا ننتقل كان فيع مننا الاستفتاء المرة الماضي السابق ما نجاح لانه فيه برنامج سوفت فير فيك انت تستخدمه وبالتالي فيك تصوت الاف المرات وتغير كل نتائج التصويت هذا نفس الشي صار مع وكالة سي اين اين بامريكا وروسيا اليوم الروسية فعملوا برنامج جديد انه بتصويت بيكون بيعرف الاي بي او الادريس عنوان الكمبيوتر تبعك فبيحقلك تصويت مرة واحدة من الكمبيوتر او بتسجل بالايميل هذا ممكن نلجأ له لمرات مقبلة او نكتفي بتصويت لاحداث اخرى يعني اقل الفصائل الجيش الوطني كان فيه عندهم مشكلة شكلوا لجنة من تسع اشخاص ومن كل الفيالق وصلوا بالنتيجة انه وضع اليات وضوابط وقائية اللي ما نحدوث اي خلاف بينها تشكيلات الجيش وانه ممنوع يستخدموا سلاح الجيش الوطني ضد بعض لازم يستخدموا فقط للاعداء وشكلوا لجنة مصغرة من ثلاث اشخاص هلا الناجحون عاهد الخالدي برفقة عشرات الباحثين حقيقة سوريا مبدع كان بالاردن والآن بالنمسا عم بيسارك بمشروع صاروخ فضائي بنقول له يعطيك العافي الشاعر الكردي مصطفى سيتو المحروم من الجنسية عمل قصيدة بالجنن جميلة جدا انتوا عملوا عليها بحثوا وشوفوه شو حلوة ايضا عنا الشز الشرع حقيقة يعني عملت انجاز هنا بدالس بتكساس كرم عضو مجلس النواب ايدي جونسون وبعت لها رسالة وحكوا عنا بالصحف وحكت عنا ممثلية الأمم المتحدة اللاجئين على النشاط الرائع اللي عملته مع كل اللاجئين بدالس طبعا مغربة عليها زوجة فايز الشرع وعمة يعروا بالشرع فبتقول لهم كلهم ألف مبروك ويعطيكم العافي وشكرا للجميع اشتركوا في القناة